شفنا الفيديو اللي بيت ازاي بنعمل install project تعرف بشكل سريع عن project structure الخاص بالمشروع بتاعنا. هنشوف عندنا هنا folder.tasky ده خاص بالpre-commit commands وده هنتكلم عنه في فيديو واخده فخلينا عنديه دلوقتي لكنه هو بشكل سريع خاص في عمليات الcommands اللي انت هتشغلها قبل ما تبدأ تعمل push او comments على المشروع بتاعك. ده ده فيه مالفات الخاصة بالمشروع ده فولدر ممكن تنسحه عادي ما فيش مشكلة لكن هو مش بيستخدم في حاجة هو بس خاص بالdevelopment server والباندلينج ده خاص بالفريمورك نفسه انت مقروم متحطش فيه اي نوع من عمال مالفات نجم الوزر عادي جدا متاعنا source ده الفولدر بتحط فيه كل المالفات المشروع بتاعك بالكامل نتكلم عنه عن التقسيم بتاعته بشكل سريع دلوقتي لكن خلالنا نكمل الباقي. .enz هنا بنحط كل ال environment variable او كل ال data او sense of data متحطينا في الفايل ده. نتكلم بعض عن الفايل في فيديو منفصل بإذن الله. لكن زي ما تشايفها بتحطي الـ development server, الـ htp, الـ data based configurations. عندك credits, email configuration, jwt secret وهكذا. اسلنت رولز. دي رولز المستضيمة عشان عملية لانتينج. او لو ماتين تأكد ان المشروع ماشي على معاملات. دي رولز بيفضلها. انت عايز تعدلها او تغيرها براحتك. اعمل اللي انت عايزه. ده فايل خاص بالاتريبيوت. حاطب بس من الفايل تبقى ملافات الف ما فيش مشكلة فيها. انه عارف الحياة المفروض جيت ما عملاش تراكينج في عملية البوش او البول. دي الخاص بالبريتير. دي برضو نفس القصة دي دي عايز تعدلها اعدلها عكس بازها ما هي. براحتك ما فيش مشكلة. ملفك باكد ما فيش بي حاجة. لكن هنتكلم عن الـ commands ان شاء الله في الفيديو منفصل بإذن الله. سوري. ده ملف الـ boot up او بتاع المشروع. مش في كتير. انا اللي اهميني يعني في كل الكلام ده كله هو الـ object بتاع ده فاكرينه ببساطة شريعة جدا. حيث ان انا دلوقتي لو عايز اعمل ملفات بدلا ما اعمل اللي هو مسلا دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش لا ممكن استضم المسارات ذات. زي ااب سلاش مسلا يوزر سلاش مودل سلاش سلاش يوزر سلاش مودل سلاش يوزر سلاش هيبقى مور ريدبل لان لان لقصوتها. دي الخاصة بالفريمورك نفسه. حاليا منشه دفع ان هاي الكونفجرشن زي انا نتكلم عنها ان شاء الله في فيديو خاص بيها. بذلك لما نجي نتكلم تمر امليك الـ production او الـ build اللي الـ production هنكلم عن الفصل ده بإذن الله. ملف اليورن في الاخر ده الملف الخاص بالـ installation تاع الـ dependency stuff المخصوص. فولدر السورس في عندنا بشكل اساسي فولدرين. اب فولدر كونفجر. الفولدرين دولات لازم يكونوا موجودين من نفس المسمعات. ما يتبعش تتغيره لان هو محتمد على وجوده من نفس التسمية ده. الكونفجرشن عبارة عن مجنوعا من الملفات الكونفجرشنز. اه برضو نفس القصة الكونفجرشنز دي كل لابت عملها اه اوتوميت باندلينج بشكل تلقائي من غير ما انت تعملها في اي حتة في اي مكان. فالملفات دي الاساسية انت مفروض ما بتنسحش ملفات الا ملفات بعينها هنتكلم عنها ان شاء الله المتكلم عن الفيديو لكن هي ببساطة دي زي ما مبتوب عندك الـ configuration configuration الـ configuration الـ JavaScript الـ الـ يا معنا مثلا الـ برضه قدمعنا باكملاله بالفيديو القصص بالـ zone configuration patterns اف li stained мама الـ انكاسولاتشن الا انية تكلام ده. انا عندي كل حقا خاصة موجودة في فولدر واحد. زي مسلا عند سكل حقا وهكذا. فلو احنا خلنا بالنا ان كل موديول منهم بيكون جواه ملف ملف ده من الملفات المهمة جدا ولو على احساس قصلا بيبدأ يشتغل او يبدأ يريد الفايلز لجوه او الروتز اللي جواه المشرونا قصوه. ما فيش في حاجات كتير غير ان هو ده او شيرد اوتبوت فايلز. مش اكتر ما فيش حاجاته من كده. الروتر ده ممكن تستخدمها عشان بتاعتك زي مثلا عندي عشان او كلها خاصة بالادمين. لو مصار واحد بدل ما كل شوية اقعد ديف سلاش كزا. لو جينا بصينا مثال سريع على ديت. لو جينا هنا. ما اللي عندنا ما بحط دي كل بات سبب الروتز بتاعت. وحط كل الروتز بتاعت جواها. فالروت ده هو انا مش هو هو عكس مثلا ده ده انا لوجين رجيتر بريفاي وهكذا. فبدوم همين جدا الفايلين دولت. عايز تقضمهم استقضمهم مش عايز. ايه مش اخطر. ايه سهل عليك ملف المين ده بتاعلم المشروع. من نسبة لك بتشغل حاجة اول من مشروع ما بيشتغل. ملافة ده بحصل مرة واحدة بس سواء كنت في الجديد بالذكر ان الممكن تعمل لكل فولدر من الفولدرات ديت. سواء او اليوزر بتاعت تعمل جوا ملف مين دوت تي اس. اوتوماتيك اللي هيشتغل برضو بنفس الكونس. لو انت عايز تعمل معاينة او معاينة اه بس عايز تخليها اه تكون موجودة كل الكل كوماندا وكل او بريشن عن سملك جوا الموديول بتاعها. فممكن تعمل لكل فولدر من دولة ملف مين وتشغل اللي انت عايز. طيب لو عندي اكتر ملف مين في اكتر من فولدر. مين بتشغل الاول بالتختيب الاوبجادية. دايماًالي هي تقوى زي مثلاً احنا بدك نجد من كل كل الروتز. مثلا كل الروتز من اليوزر وعكزة. بيمبورت مين الاول بيمبورت تحت الابلودز. ليه? لان الابربز تحت الابلودز قبل الفولدر يوزر. تغطيب اوبجادياً. في ديلة ملف سيتعملوا امبورت الاول بعد كده ملف سانيا وكذا فلا عندي مرض ملف المين اللي حطته في الابروض سيتعملوا اولا وعند ملف مين في اليوزر سيتعملوا سانيا لكن درجة امبورت بعدما بيتامل ملف المين الاساسي للمشروض دي ببساطة الخاصة بالمشروض وبشكل عام. البداية الجاية ان شاء الله هنبدأ نخدهم واحدة واحدة ونبدأ نفهم كل فايل وكل فولدر ايه المكونات بتاعته وايه المفروض يتحط فيه وايه المكتوب ما يتحطش فيه. منها ان شاء الله يكون الدنيا بسيطة امشي معي واحدة واحدة ما تستعجلش ان تفهم ايه اللي حانا نعمله هتلاقي الدنيا ان شاء الله بتبدأ معك بشكل بسيط.